وتعالوا بقى نستخدم الكونستركشنز اللي احنا درسناها دول في مسألة كاملة على بعضها نرسم التريانجل ونرسم البيسيكتور ونجيب الpoint of the intersection of the bisectors تعال معي يا طالب نشوف ازاي هستخدم الكونستركشنز في رسم التريانجل كامل خطوة خطوة مع بعض بشويش المسألة بتقولي ايه؟ درو اتريانجل ABC where AB and AC is 5 عندي 2 sides are equal وBC is 6 وعندي side مختلف 6 سنتيمتر وبعدين طالب حاجات تانية نبدأ الاول برسمة التريانجل هرسم BC اللي هو 6 سنتيمتر على اساس انه هو اللي مختلف اخليه الhorizontal line متاعي بالمسطرة بشويش ادي 6 سنتيمتر وزاي ما اتفقنا نسمنا قبل كده همسك الكمبوس على الرولر وايسه افتحه على مسافة 5 سنتيمتر ليه؟ عشان لما افتحه على مسافة 5 سنتيمتر وقف عند السي ورسم arc ورجع اقف بنفس ال5 سنتيمتر عشان الAB والAC are 5 لاتنين هقف عند الB ورسم الارك يبقى الpoint of intersection of these two arcs هي الانجل امتعتي فلما اجي وصل بقى هتلاقي ان التريانجل متاعك بقى كامل عبارة عن ABC والAB 5 سنتيمتر والAC 5 سنتيمتر نجي للخطوة التانية بعد ما رسمنا التريانجل هو بيقول لي then draw AD perpendicular على BC ده الكونستركشن اللي رسمناه من في البداية خالص اللي هو هرسم perpendicular from a point outside line فانا الpoint outside line هنا في المسألة دي هعتبرها A والline اللي انا عايزة ارسم perpendicular عليه هعتبره BC ايه الخطوات اللي احنا كنا بنعملها الخطوة الاولانية ان انا هقف عند الA بالcompass ورسم arc يقطع BC في نقطتين النقطتين دول مهمين جدا لان انا هقف في كل مرة عندهم بالcompass ورسم to arcs هيحصل لهم intersection بصوا معايا لما اقف عند الC واعمل arc ولما اقف عند الB ارسم arc تاني it's going to intersect the arc الاولاني في point الpoint دي هي اللي وانا وصلتها بالA يبقى انا رسمت كده الperpendicular line اللي مطلوب مني واخد بالك ان انت في المسألة ممكن يطلب طلبات تانية find the length of كذا هحط المسألة انا رسمت خلاص رسمة دي حقيقة real length احط المسطرة واجيب length of the side اللي هو عايزه طب عايز major of an angle او محط perpendicular وايس الانجل اللي هو عايزه وطلع المجل تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا plus مدرستنا المستقبل يبدأ الآن